أعلنت وزارة الحج والعمر السعودية أن عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى اليوم أمس بلغ 214 ألفا و212 حاجا من جنسيات عدة قد قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية لأداء فريضة حج هذا العام وكشفت إحصائية الوزارة لحركة استقباله ومؤدرة الحجاج في المدينة المنورة أن 189 ألفا و447 حاجا وصلوا إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة منذ بدء استقباله لرحلات الحج وحتى الأمس بينما استقبل مركز الهجرة البري 17 ألفا و344 حاجا إلى جانب أعداد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة من حيث جنسياتهم مشيرا إلى أن حجاج إندونيسيا هم الأكثر عددا بواقع 15701 حاجا في المدينة المنورة حتى الآن